وينضم إلينا في الأستوديو العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر سيد العميد أهلا بك مرحبا مرحبا شكرا إذن رغم ما يحدث اليوم في غزة فإن ما نفذته المقاومة من خلال وصولها إلى عمق الكيان المحتل إشارة إلى تغير استراتيجية الحرب واتخاذها منحا مغايرا لو نحلل هذه الاستراتيجية أستاذ العملية العسكرية التي نفذتها اليوم المقاومة الفلسطينية كانت بكل المقييس عمل عسكري متميز نظر أنها أحدثت مفاجأة على المستوى الاستراتيجي ومفاجأة على المستوى التكتيكي والعسكري ومفاجأة على المستوى السياسي على المستوى الاستراتيجي القيادة العسكرية برغم كل ما عندها من إمكانيات ومن جواسيس ومن رادارات ومن رصد هي لم تتفطن للتدريبات الحفيفة والكبيرة التي أنجزت على مدى أشهر للقيام بهذه العملية الدقيقة على المستوى التكتيكي فوجئ كل من هو في مواقع الرصد والقتال والنقاط الحصينة وذلك الجدار الذي شيدا ليمنع أي تدخل أي تسلل فوجئوا جميعا في ساعة السباة الأولى والعالم أيضا فوجئوا بتواجد المقاتلين الفلسطينيين بكل إصرار داخل هذه المواقع وذلك كانت ضربة كبيرة جدا لأنهم لم يتوقعوا يوما بأن هناك من يقترب من ذلك الجدار المانع الحاجز الذي يعتبروه في وقتنا أو قاد في مخيرتهم كما خط برليف الذي أنهار في سنة 73 على المستوى أيضا السياسي لحظوا الارتباك والارتجال والغضب الذي سيطر على القيادة السياسية الإسرائيلية من ذلك أنها هددت بمحق الفلسطينيين هناك من وصف ما يجي الآن بجنون الحرب وفعلا وهو جنون لأنه شفنا مع مرور الوقت أنه عاد العقل شيئا فشيئا للقيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية وتبينوا بأن ما قالوا وما وعدوا به الإسرائيليين ما هو إلا لامتصاص غضب الشارع وامتصاص غضب الأحزاب التي كانت تعارض هذا الحزب اليميني المتطرف في كل خيارات نعم سيد العميد المحتل استخدم خلال عدوانه على غزة استخدم أسلحة جد متطورة وبعض هذه الأسلحة محذورة يعني دوليا وتستخدم لأول مرة وهو اليوم يستعد وما سمعناه منذ قليل أنه يستعد للتواغل البري قراءة أمنية أقليمية لهذه الخطوة التي يمكن أن تنفذ في الساعات القليلة القادمة والتي حسب عديد المصادر باتت على وشك التنفيذ ما يمكن أن يحدث اليوم إذا ما تم التواغل البري في النقطة الأولى أن الاستعمال من الأسلحة المحذورة إسرائيل تعودت عليه وراعيها تعود عليه والقواء التي تحمي إسرائيل تعودت عليه استعمال اليورانيوم المنظب واستعمال الأسلحة يعني بالنسبة القنابة الفصفورية على المواطنين واستعمال القنابة الفراغية التي تدمر البنايات بشكل كبير هذه كلها أشياء تعودوا عليها لأنهم يدسون على القانون وهذا القانون الدولي الإنساني كما رأينا أنهم لا يحترموه ولا يعني يحركون ساكدا إذا متهموا بجراء الحرب لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة يعني نسنو دين بقوى عظمى ورأينا ذلك الارتباك الذي ذكرناه الارتباك على المستوى السياسي والرعب الذي حل بإسرائيل في هذه العملية هو في الحقيقة كان على مستوى أمريكا أيضا لأن القيادة الأمريكية بكل ما فيها من قيادات عسكرية وأمنية وسياسية تحركت وكان دعم سياسي مباشر ودعم عسكري بتحول يعني وزير الدفاع على عين المكان وتحريك الأساطيل للاقتراب من منطقة العمليات وكذلك حتى على مستوى الدعم على مستوى الرئاسي شفنا أنه رئيس أمريكا بذاته يتحول لكي يواسي ويعزي ويرسم قطوط حمراء أنا أعتقد أن عملية الاجتياح هذه التي هدد بها أو تم تهديد بها وكانت سنتلق يوم الجمعة ثم تأجلت يوم السبت ثم تأجلت إلى يوم الأثنين كل ذلك لأن الدراسية الميدانية والخبراء الأمريكان والإسرائيليين تأكدوا بأن أي اجتياح سيكون غالي الثمن ولا يمكن أن تحمله إسرائيل في هذا الوقت ولذلك أرجعوه لكي يتأكدوا من أن العملية تكون ناجمة سيادة العميد إلى ربما الحديث عن الأنفاق التي مبنية على مدار كيلومترات التي بنتها المقاومة والتي حرص المحتل على تدميرها خلال المرحلة الأولى من الحرب ربما دور هذه الأنفاق في إدارة الحرب البرية إن حصلت شوف تأجيل الاجتياح البري الذي تم التحذير له تم وضع الدبابات ووضع المدافع ودك المناطق الهجوم وكذلك الطيران الذي اشتغل لمدة طويلة في ضربات مدارك ذلك تحذير للهجوم لماذا إذن تأجل ذلك لإعتبارين أثنين الاعتبار الأول أنه تم التأكد من أن مجموعة صغيرة من 400 فرط تقريب فعلت ما فعلت بهذا الكيان فما بالكذا توغلوا في منطقة فيها أكثر من 20 ألف مقاتل وهذه التأكيد يعرفوه إذن ستكون ربما خسائر كبيرة جدا لمستوى الأرواح والمعدات للطرفين وإسرائيل لا يمكن تحتمل ذلك الحاجة الثانية هي خريطة الأنفاق الأنفاق والكمأن يعني هذه المسألة لحد اليوم الإسرائيليين لم يأتوا على فهمها بسفة مجملة فيها الأسلحة فيها الضخائر وهم يعرفوا ذلك لكن لم يحددوها بعد وعرفوا أن كل ضربة طيران التي أرادوا منها استهداف هذه المواقع هي لم تأتي على أهدافها لذلك تم التريث واليوم دعوة رئيس الأمريكي يعني شنا اليوم حرب نفسية الرئيس الأمريكي دعا إلى التريث ورسم خطوط حمراء لأن أمريكا اليوم لا يمكن أن تحتمل حرب أخرى في المنطقة بالإضافة للحرب بين روسيا وأوكرانيا لماذا؟ لأنه في صورة ما إذا يقع الإجتياح بالشكل الذي أرادوه سوف تفتح جبهات أخرى وهذا مؤكد جبهة لبنان ستتواصع وجبهة سوريا ثم من ناحية أخرى هناك حتى الحوثيون عندهم أسلحة طويلة المداء ليمكن أن تصيب إسرائيل وهذا بالطبع غير مضمون ونشوفه حتى العملية يعني تاع الاجتماع اللي كان مقرر بشقون في الأردن كان الغالث منه هو جس النبض والتنبيه بعدم فتح جبهات أخرى وتحريك الأساطير اليوم من هزوز حميلة طائرات والثالثة موجودة معهم هو ردع لمن يعني يفكر في فتح جبهة ثانية وهو أساساً لإيران ودول أخرى إذن اليوم الخط الأحمر هذا أعتقد أنه سيتم تأجيل هذه العملية لكن اليوم بسمعت حتى من خلال يعني بعض الصحف الإسرائيلية وخاصة جيريزالين بوست أنه ربما هناك توجه نحو عمليات برية محدودة في الزمان وفي المكان لجس النبض ومعرفة ما مدى قدرة المقاومة على التصدي إذا كانت الخسائر كبيرة سوف ينثنون على القيام بهذه العملية نعم واضحة العميدة المتقاعد بناء الجيش الوطني مختار بالنصر شكراً جزيلاً لك على الحضور معنا ترجمة نانسي قنقر